السؤال بعد كده بيقول أنا بنت متزوجة ومليش غير أخ واحد وأم كبيرة في السن مش دايما بروح عندها لكن بسأل عليها بالهاتف وأخي المتزوج بيروح من وقت للتاني وأحيانا بيبات معاها على أنا كده علي وزء أو حرام علي بدل سألنا السؤال ده يبقى فيه في الأفاق إما زعل الأم أو كلمتين من الأخ أنه المفروض أحس من ده أنا مش هقولك أنت يا سيموة ولا لا اللي أنت عمله ده وتلو وراضي أمك فده حسن لكن أنا ما بحبش المعيار ده أنا بحب المعيار أن تزيد دائما أن تزيد دائما بما لا يخل في حياتك بر الولدين ده قيمة كل ما الإنسان بيزود فيها كل ما بيترقى في المراقي يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني الإنسان بيترقى ومن أكتر الحاجات اللي تزكي النفس بر الولدين فترقي فأنت حاول تعملي إيه لو أنت حاسة أن ده مش كافي ترقي بغير أن تفسيدي حياتك الزوجية وأنا شايف أن الأمر ده ممكن أن يبقى سهل بالاتفاق مع الزوج أن أنا بدلا ما كنت بتكلم بالتليفون لأ هزورها زي ما أخويا بيزورها بس أنا بسأل عليها بالهاتف أنا أظن أن ده سبب وأن هي أنت حاسة بأنك أنت بتتضرري منها لو بتسألها عنها بالهاتف ده ما يكفيش الأمهات بتحب دايما أنها تتلقى وتنظر في وجه أبنائها ولذلك أنا شايف أن ده مش كافي لو أنت بتسألي يعني أن أنت قادرة ما تكتفيش وقت والتصال بالتليفون أنت لازم كمان تذهبي إليها وتبريها لأن جزء من البر الزيارة أن أنت تزوريها فأنا شايف أن جزء من البر لو كنت قادرة على البر وأنت لا يصلك أزم لأمك أو لا يعكر هذا صف وحياتك مع زوجك أنت لا يزن تكلمي زوجك أن أنت جزء من برك أن أنت تزوري أمك وليس له حق أنه يمنعك من هذه الزيارة وتزوريها في أوقات متقربة لأن هذا يدخل السلوء على قلبها وهذا من البر